السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات رمضان جديد هذه الحلقات الفئدة منها أن يكون شهر رمضان الذي نحن فيه شهر جديد عليه يختلف عن أي رمضان مضى أن تجدد فيه حياتك وأن تحقق فيه أهدافا لم تحققها قبل ذلك فيما سبق وأن تتعلم الكيفية الصحيحة لعبادة الله تبارك وتعالى وأن تقف على كثير من العبادات التي قد غفلت عنها في كثير من أيامك وفي كثير من حياتك وأن تعلم الحكمة من كثير من العبادات وأن تكون ذلك ثمرة في قربك من الله تبارك وتعالى أن يكون في ذلك ثمرة لقربك من الله تبارك وتعالى لتفوز بخير الدنيا والآخرة ولتكون من عتقاء الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم في هذه الحلقة سنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى وهي الحلقة الثانية سنتكلم فيها عن شهر رمضان شهر رمضان الله تبارك وتعالى اصطفاه واختاره على سائر أشهر العام كما أن الله تبارك وتعالى اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس اصطفى جبريل عليه السلام وجعله رئيسا للملائكة وكذلك اصطفى الأنبياء على سائر البشر واصطفى المرسلين على سائر الأنبياء واصطفى أولي العزم من الرسل على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى سائر البشر جميعا وأولي العزم من الرسل هم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه السلام جميعا ثم اصطفى الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على أولي العزم من الرسل بل على سائر البشر جميعا كذلك شهر رمضان فالله تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة يصطفي من الناس يصطفي من الزمن يصطفي من الأمكنة يصطفي من الزمن كما اصطفى الله تبارك وتعالى شهر رمضان على سائر الأشهر واصطفى ليلة القدر على سائر ليالي الدنيا واصطفى الله تبارك وتعالى يوم عرفة على سائر الأيام وهكذا يصطفى الله تبارك وتعالى ما يشاءه من الأزمنة كذلك اصطفى الله تبارك وتعالى مكة لتكون بلده الحرام وكذلك اصطفى المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها دار الهجرة وجعلها موطن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مكة إلى غير ذلك كما اصطفى الله تبارك وتعالى المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى فجعل الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فالله تبارك وتعالى يصطفي ما يشاء اصطفى الله تبارك وتعالى هذا الشهر وفضله بعدة أمور منها أن الله تبارك وتعالى أنزل فيه القرآن وحسبها فضيلة ونعمة أن ينزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم في هذا الشهر الكريم والقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن كلام معجز أراد الله تبارك وتعالى به أن يكون معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليكون فيه التشريع وعقيدة المسلمين وفيه من الإعجاز ما فيه سواء كان إعجازاً بلاغياً إعجازاً نحوياً إعجازاً متعلق بالتاريخ إلى غير ذلك من سائر الإعجازات المذكورة أو التي تكلم عليها أهل العلم في هذا القرآن العظيم ستسأل سؤالاً وتقول لي طيب إزاي القرآن نزل في شهر رمضان مع أننا عارفين أن القرآن نزل في 23 سنة يعني نزل منجماً على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة 23 سنة القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منذ جاءه جبريل عليه السلام في الغار وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما في آخر آية نزلت من كتاب الله تبارك وتعالى كما قال بعض العلم واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت إلى آخر الآيات وهناك أقوى الأخرى لكن على العموم ظل القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة فكيف يكون نزل في شهر رمضان هناك قولان لأهل العلم في هذه المسألة القول الأول ما ذكروه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن نزل في بيت العزة في السماء الدنيا يعني نزل جملة واحدة في بيت العزة بيت يسمى بيت العزة في السماء الدنيا ثم بعد ذلك نزل منجماً يعني نزل مفرقاً على النبي صلى الله عليه وسلم من كان البعض بينكر هذا القول أو بيضاعف هذه الرواية لكن أكثر أهل العلم على هذا التفسير أن القرآن نزل جملةً في بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك مفرقاً على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قول القول الثاني أن ابتداء نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان يعني أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من العلق أول هذه الآيات نزلت في شهر رمضان ثم نزل بعد ذلك تبعاً في 23 سنة إذن معنى شهر رمضان الذي أنزل في القرآن أي ابتدأ فيه نزول القرآن ولا مانع أن نجمع بين القولين من الممكن أن يكون القرآن نزل جملةً واحدة في بيت العزة في السماء الدنيا جملةً واحدة ثم كان ابتداءه كان ذلك في رمضان ثم كان ابتداءه أيضاً في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المهم أن القرآن نزل في شهر رمضان كما قال الله تبارك تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وهذه هي الميزة الثانية في شهر رمضان أن الله تبارك تعالى جعل فيه شعيرةً من أعظم شعائر الإسلام ورقناً من أركان الإسلام وهو الصيام فصوم رمضان رقن من أركان الإسلام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب أي فرض من الله تبارك تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة ويتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل هذه خمسة أركان الأعمدة التي يقوم عليها الإسلام وليس معنى ذلك أن الإسلام كله في هذه الخمسة فالإسلام كله ليس الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين فقط لا مع هذه الأركان هناك أمور هي من الإسلام مهمة جداً كما قلنا في الحلقة الأولى لما تكلمنا عن المحبة مثلاً محبة الله ومحبة الرسول عن الأعمال القلبية دي أمور مهمة جداً لها علاقة بالدين والإخلال بها يخل بأصل الدين فالنفاق والشرك أصله اعتقادهم في القلب فممكن يظهر الإسلام يظهر الشهادتين يظهر الصلاة والصيام كل هذا يظهره أمام الناس لكن في قلبه يكفر بالله تبارك وتعالى والله يعلم منه ذلك فلا ينفعه ما أظهره من جهة الإيمان بالله أو من جهة معاملته بين هذا الله تبارك وتعالى يوم القيامة لكن قد ينفعه أمام الناس في المعاملة كأنه مسلم فإذا مات ولم يعلم أحد بنفاقه سيغسل ويكفن ويدفن مع المسلمين يعني تجري عليه أحكام المسلمين في الظاهر لكن في السرائر الله تبارك وتعالى يتولى به ويعاقبه يوم القيامة فهذه مسألة مهمة جداً أنك لا تعتقد أن الإسلام هم الخمس حاجات دولها دي الأركان الأركان التي يقوم عليها الإسلام الدعائم الأصلية للإسلام لكن بعد ذلك الإسلام فيه أمور كثيرة الجهاد في سبيل الله من أعظم أمور الإسلام صلة الأرحام من أعظم أمور الإسلام بر الوالدين من أعظم أمور الإسلام محبة الصالحين محبة الله ورسوله بغض الكفار والمنافقين أمور كثيرة جداً في شريعة مع هذا كله فيها حلال وفيها حرام وفيها مباح وفيها مستحب وفيها مكروه شريعة دين قائم على عقيدة وعلى شريعة هذه مسألة مهمة جداً مهمة جداً أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم وعليكم